في البداية عايزيني نوضح للسادة المشاهدين أهمية مشاركة الشباب في هذا الحدث طبعاً هو لازم يعني كل الناس عارفة أن مصر دولة شابة تعداد الشباب اللي تحت سن 30 سنة في مصر نسبة كبيرة جداً ممكن تقترب من 60% من التعداد السكاني والهرم السكاني في مصر ده على فكرة ده أحد مصادر قوة للدولة المصرية الدولة الشابة دائماً هي دولة منتجة في المقام الأول أنا يعني في التقاضي أو في التصور الشخصي أن الانتخابات القادمة تعتبر أكثر انتخابات حازت على اهتمام هذه الشريحة يمكن ساعد ده تعدد المرشحين اللي موجودين على الساحة وكمان كل مرشح فيهم ابتدى يقدم ملامح من برنامجه الانتخابي الشباب دايماً متعطش دايماً للبحث عن هويته أو عن ذاته وبالتالي هو بيبحث دايماً في وسط كل البرامج المرشحين أو في وسط البرامج الانتخابية عما يحقق له أهدافه اللي هو الشافة بمعذر عن كون الهدف ده مثلاً هو هدف حقيقي ولا هدف ممكن يصوره له شبابه أو مراقته أو حاجة زي كده ولكن ده ما يمنعش أنه ده بيخليه دايماً عنده زخم وعنده رغبة أنه يتعرف أو يتطلع وكمان مش بس يتطلع وأنه يكون فاعل في الحياة الموجودة وخاصة الحياة السياسية إحنا عانينا في من عشر سنين من يعني نقدر نقول فترة سيئة من عمر هذا الوطن خلال العام يعني بعد من عشر سنين وابتدت الموضوع يعود مرة أخرى نرى حالياً من أكتر من سنة تقريباً أو سنة ونص أن بقى فيه حوار وطن بقى فيه مشاركة سياسية فاعلة من أطياف كتيرة جداً حتى اللي كان منهم عنده تحفظ على المشاركة مع النظام وعنده اعتراضات دلوقتي لأ بقى موجود وبيشارك وبشارك بشكل فعال وأنا شايف أن ده بيصب فيه صالح العمليات السياسية بشكل عام وبيصب فيه صالح المناخ السياسي في مصر بشكل عام طبعاً إحنا عندنا الشباب إن كان أنا بشتغل أستاذ جامعي في الأساس ومتواصل مع الشباب وكمان بشتغل يعني أنا رائد الاتحاد الطلبة في الكلية اللي أنا بشتغل فيها وقريب من الشباب من فترة طويلة جداً اللي أنا شايفه في فترة الأخيرة إن الشباب اللي موجود لا مهتم المرة دي بيتفرج على البرامج الانتخابية بيتفرج على كل مرشح ممكن يقدم إيه يعني بمعزل عن رأينا إحنا في برامج المرشحين هم نفسهم مهم بالنسبة لهم جداً اللي هم يتعرفوا على كل البرامج اللي موجودة وأنا شايف أن دي حاجة صحية جداً